وحول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف المحل الاقتصادي علي فقيه أهلا بك في نشرة الثالثة إذن كيف تمكنت مملكة البحرين من انعاش السياحة وزيادة عدد السياح بعد جائحة كورونا وتدعيتها أهلا وسهلا فيكم أحب أن أول أمرين مهمين أدوا إلى انعاش السياحة وزيادة عدد السياح مقارنة في الفترة مقابل الجائحة سنة 2021 أولا جاء ذلك من خلال التعامل والتصدي المبكر لجائحة فيروس كورونا وطبعا هذا أدى بطبيعة الحال إلى الفتح المبكر للسياحة والسوق وإزالة القيود المترتبة على المسافرين القادمين للمملكة أدى ذلك إلى انعاش كبير في قطاع السياحة والمطاعم والفنادق وغيرهم قطاعات الحيوية في المملكة ثانيا قيام الزارة السياحة بوابع الاستراتيجيات المهمة التي تهدف لتطوير المشاريع السياحية وزيادة السياح في آخر الإحصائيات التي تم نشرها فقط في الربع الثاني من هذا العام زاد نسبة الزوار الوافدين بزيادة تبلغ 38% واصبحت نسبة تعافي القطاع السياحي مقارنة ما قبل الجائحة بنسبة 82% هنا نتكلم عن تسجيل ما يقرب إلى ثلاثة مليون ليلة سياحية فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بخمسمائة ألف ليلة سياحية في الربع الثاني من عام 2021 فنحن هنا نتكلم عن زيادة بلغة 400% وهذا يرجع للتدابير والتراتيجيات التي اتخذت من قبل صناع القرار في المملكة لرافح مساهمة السياحة في الاقتصاد المحل نعم سيد علي برأيك كيف تساهم أو إلى أي مدى تساهم المقاومات الأخرى المقاومات الخدمية البنية التحتية في إنعاش السياحة في البحرين نعم أخي العزيز هناك خطط قائمة الآن مثل خطة الاستراتيجية السياحية 2020-2026 والتي هي جزء من خطة التعافي الاقتصادي ستساهم بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة في المملكة خصوصا أن الاستراتيجية تهدف إلى مساهمة السياحة في الناتج المحلي بنسبة 11.4% وطبعا نحن نتكلم عن مساهمة السياحة في الاقتصاد ما قبل الجائحة كانت فقط 4% كذلك رح تهدف الخطط المبنية على هذه الاستراتيجية إلى زيادة أعداد المسافرين إلى أكثر من 14 مليون ساعر خلال عام 2026 وتنويع المنتج السياحي وكذلك إبراز المملكة البحرين كمركز سياحي عالمي نعم نحن عندنا سفقة كبيرة إن شاء الله أن كل هذه الأمور سيكون لها أثر كبير في إنعاش السياحة في المملكة نعم خلال هذه السنة وخلال السنوات القادمة إن شاء الله نعم شكرا لك المحل الاقتصادي علي فقي شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر